بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح هنا برنامج لأي باي. وده برنامج مهمة عندنا. ده عن طريقه بقدر احاول ملفات البيدي اف في الورد او الاكسيل او او لأي سيغة تانية. الميزة بتاعته يا جماعة انه هو برنامج كامل. الميزة الاهم انه هو سابورت العربي بالنسبة تسعة تسعين في المية بيحل مشاكل اللغة العربية عندي. وهنشوف في الفيديو ده ازاي نزله ازاي نزل الكريك بتاعه اشغل الكريك بتاعه وهنشوف مثال عملي على ملفات عربي بس وعربي وانجليزي وازاي نحولها ملفات عندنا. اول حاجة هتلاقوا ان الرابط بتاعنا موجود في اول تعليق لتصريب البرنامج بتاعنا. كل اللي هتعمله هتصلت بالبرنامج. هتعمل ملف بتاعه. تمام? هتلاقي معاه الفولدر بتاعنا. بعد ما تفكه هتلاقي ملف عادي هتبدأ وما فياش اي مشكلة. وزارد عادي خالص. اللي احنا المتعودين عليه. وهتمشي معاه تنزل كل بتاعته. تمام? ما فيش اي مشكلة. انا في بتاعه هنحاول نجريه على قد ما نقدر ونسيبه حاجات مهمة بس. انا جربت اجماعة اشتغل معاها في العربي في ملفات كتيرة قوي. اه لو في مشكلة قبلتك فيه بتاع مشكلة فنت او حاجة. لكن لو انت منزل انا اشتغلت على ويندوز تين. وافيس الفين وسبعتاشر. الفين وستاشر انا اشتغل عليه. حتى مكنش منزل الفين وستاشر. تمام? اشتغل معاه زي ما هنشوف. وحول ليه الملف. اه اللي عربي يحوله لي فعلا الورد. قدرت اعدل عليه. الملف وورد اه ملف بتاعي. لو هو في لغة واحدة باخرير اللغة اللي واحدة بتاعتي العربي مسلا او الانجليزي. لو فيه اكتر من لغة بقول له هو الوحد بعمل تمام? بالنسبة نجاح تشار سعين في المية. الميزة بتاعته انك بعد ما بتحول طبعا الملف الورد هتعدل فيه زي ما انت عايز. والليه طبعا مزايا كتيرة لكن احنا اللي احنا مركزين عليه هنا. المشكلة اللي بتقابلنا ملفات بدي اف المكتوب العربي عشان احولها للانجليزي بتاعي. ان دي بتقابلنا يا جماعة ان انا باجي هشتغل ملف وورد ملف بدي اف عندي بالعربي عايز اعدل عليه ولا حاجة كان بتقابلنا مشكلة كتيرة واكتر برامج كده بفلوسه ونسبة الكافاة بتاعتها اقل من ده. اهو بدأ بتاعي اخرط اللغة انجليزي. طبعا جماعة الانترفيس بتاع الواجهة بتاعته مفيش عربي. لكن هو جوه بيترجم عربي عادي. مش بيترجم هو بيحول عربي هو بترجمش حاجة. ده بتاعته الاحتياجات بتاعته بينزلها. اذا مش هتامل حاجة خالص كل ما هتعملو هتشغلو. بعد ما يخلص هناخد الكريك بتاعي هحطو في البوس بتاعي. بعدها ابدأ اشتغل عليه. لو انا هحول هقوله فين الملف اللي هحوله. تمام? وهيتحط النتيجة بتاعتي فين? ترجمة نانسي قنقر طبعا اش محتاج اقول لك انا تشغل قلعين انك ما تشغلوش قبل ما تشغل بتاعه عشان تمجح العملية معنا. لو انت عندك اكتر من لغة عربي وانجليزي. ما متختارش لغة واحدة عربي او انجليزي لبيت الحروف هديطلها معاك. فانت بتختار في حاجة دي اوتو بتاعتنا خلصت بدأ الوزرد بتاعه هو نفسه. عادي خالص انا كبرت. اشتغل تبيكا ما فيش اي مشكلة. طبعا عشان احنا هنشغل الكريك هنقول ما تعملش افديت. وطبعا انت عايزه يشتغفل السرطة افا لا ما فيش مشكلة. هيبدأ يسطب معنا. انا هجاري على رد ما نقدر. هو ما بياخدش وقت يا جماعة على حسب بدأ الجهاز بتاعك. وهو شغال كمان ممكن ناخد نحضر الكريك بتاعنا. هنحن ناخده كوبي وبيست. اخده كوبي ما عملش بيست دلوقتي. هستانا غات لما يخلص خالص. اهو. هدي الكريك الموجود عندك. هناخد ملف ده كوبي. كده احنا محضرينه. مسانين بس نروح على البوس بتاعه لما يخلص ونعمل البيست. اهو هو شغال اهو قرب يخلص. تمام? هشير الصاح طبعا ان هو يرنه. هشغل الكريك الاول. هقول له فينش. ادي شورتكات اللي اتعملت. هقول له. روح اللوكيشن بتاعها. كل هعمله هعمل بيست مش اكتب من كده. خلصنا. طبعا بحيقول لي انت متأكد ولا اقا. ريبليس ولا اقا الاول امسح موجود وكونتيني عشان التأكيد. كده انا خلص خلصت بتاعي. الخطوة الجاي هاديكم مسال عليه على التحويل الملف العربي بتاعي. البي دي اف بتاعي. ادي بتاعه. بساطة عشان احاول الورد. احاوله كونفيرت وورد. اول بص يا جماعة دي بتاعتي وهي الدنيا معانا متأكدفة ما فياش اي مشكلة. ادي ملف اللي انا هشتغل عليها يا جماعة. بصوا انا ملف عادي مكتوب جواه الجملة بالعربي. من جوه البرنامج بقى حاول نيو تاسك. وحشاول عملها في البدي اف مش هكتب من كده. طبعا هو عشان عربي انا هختار عربي مش هسيبه اوتوماتيك هي اوتوماتيك اللي كنت بتكلم عليها. طبعا في مجموعة اوبشن طبعا هتحطه فين هتسايفه فين. طبعا في مجموعة اوبشن انت بتعدل فيها لو انت عايز برنامج عادي. بعد مخلص التحويل اهو بيفتحه برنامج الورد اهو. الكلام مواضح معي انا اهو زي ما انتم شايفين يا جماعة الورد. ممكن اعدل عليه واسايفه زي ما انا عايز. طبعا كانت بتابدنا مشكلة كبيرة احنا في العربي. طبعا انا مش هادة سايفه فقفلته. لو هادة سايفه كنت سايفته وورد. هادي مثال تاني على ملف يا جماعة في عربي انجليزي في نفس الوقت. ففي الحالة دي هقول له اوتوماتيك. اوتو سليبت لانجلج بتاعتي. ان هو الواحد وهي من اللغة زي ما اتفقنا. اهو ادي ملف بتاعي في عربي انجليزي وفي صورة كمان تقريبا. وحامس احدا مش عايزه. ان هو عشان ينجز الوقت بس. وهلو كنفيرت. هتسايفه فين برضو كالعادة. سايف. استناغت لما يخلص. هيفتح معايا بنامج الورد او. فيه الملف بتاعي عربي انجليزي والصورة موجودة. وشكرا على المتابعة.